تشهد محافظة تعز جنوبي اليمن اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والجيش الوطني المدعوم من المقاومة الشعبية من جهة أخرى يتي هذا بالتزامن مع موجات نزوح كبيرة تشهدها المحافظة ووضع إنساني سيء كلما هدأت المواجهات بين القوات التابعة للرئيسات من جهة وجماعة الحوثي وصالت من جهة أخرى في جبهة من جبهات مدينة تعز اليمنية تفجرت جبهة أخرى هذه المرة تدور المواجهات شمال مدرية المخى الساحلية وأطراف منطقة موزع جنوب غرب اليمن والقتل من الطرفين تجاوز العشرين فيما الجرحى بالعشرات طيران التحالف العربي والبوارج الحربية التابعة له يساندون القوات الحكومية في هذه المواجهات الجبهة الشمالية لمدينة تعز ومديرية حيفان والصلو هي الأخرى تشهد معارك كر وفر وقصفا مدفعيا متبادل وفي كل معركة يدفع المدنيون ثمن هذا القتال حيث قتل مدني وأصيبت امرأتان جراء هذه المعارك ويبقى الوضع الإنساني في محافظة تعز وسيد الموقف فموجهة النزوح لم تتوقف فيما الحصول على الطعام والمأوى والمياه أضحى صعب المنال في ظل الحرب والحصار نبيلاليسوفي التلفزيون العربي